أهلا بكم معنا إلى هذه نشرة مفصلة من العربية في بيانها الختامي قالت مجموعة الاتصال حول ليبيا التي عقدت اجتماعها اليوم في الدوحة إن نظام معمر القذافي فقد كل شرعية مؤكدة أن عليه ترك الحكم وسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله كما شددت المجموعة على أهمية الوقف الفوري لكل الهجمات على المدنيين وقررت تقديم مساعدات مالية للثوار وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده ستستضيف الاجتماع المقبل بداية شهر مايو إلى ذلك أشار وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إلا أن قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا لا يمنع تزويد الليبيين بالأسلحة الدفاعية والمعدات غير القتالية قرار مجلس الأمن رقم 1973 لا يحضر التزويد بالأسلحة للدفاع عن النفس والمعدات غير القتالية وهذا لأن القرار يستند إلى أسس القرار السابق 1970 الذي يقول بحماية الشعب الليبي بكل الوسائل لذلك فنحن في إيطاليا قمنا بتزويد الثوار بوسائل الاتصال اللازمة كما فعلت بريطانيا أيضا وما قيل في البيان الختامي اليوم مهم لتوسيع النقاش حول هذه النقطة بالذات فطالما أن القذافي يهاجم المدنيين وطالما أن مهمتنا هي حماية المدنيين لكننا عاجزون عن القيام بضربات دقيقة من الجو للشوارع والأحياء السكانية فإما أن نمكن هؤلاء الناس من الدفاع عن أنفسهم وإلا سنكون قد انسحبنا من مسؤوليتنا في الدفاع عن الشعب الليبي وحماية المدنيين